السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنسمعوا بزاف على عبدات الشيطان ولكن ما كنعرفوش عنهم بزاف ديال المعلومات شي كيقول انهم جزء من المؤامرة ماسونية وشي كيقول انهم عملاء ديال اسرائيل وكلنا بغن نعرفو الحقيقة ديال هالطائفة بعيد عن المغلطات والاشاعات اللي كتدور عليهم فشكونا هم هاد عبدات الشيطان وشنهي المعتقدات ديالهم والطقوس ديالهم كدير الاشكال ديالهم وشفعلا تقدموا اضحيات بشرية في الطقوس ديالهم وشنهي الرموز اللي كي يستخدمون وعليشي عبد الشيطان وشنهي اللي خلهم يديروا ذلك شي هاد شي كامل سنتعرفو عليه في هذا الفيديو بقم عيح تنخر باش تعمل راسك بالمعلومات ولا شك حل من واحد فيكم غدي يقول علش هذا اليوم كي يضار بالداريجة احنا بغينا كل شي يستفد اللي عنده مع اللغة العربية ولي ما عندوش معها لهذا قررت باش موقع ندير فيديوهات بالداريجة وإلى عجبكم المحتوى ولقي التفاعل سوف نستمر في هذا المحتوى وإلى ما لقيت التفاعل سوف نستمر غير في المحتوى باللغة العربية يا الله شكتنا لك البطن الحمراء الاشتراك وارك عليها ونغوز معك الجرس وخبط معك شي لايك زوينها نبدو بسم الله شكو لهم هذا عبد الشيطان عبد الشيطان هو موحة طاقيفة تكفر بجميع الأديان والمعتقدات تقدسوا عظموا إبليس لعنه الله وتستهزئوا بالله سبحانه وتعالى المبدأ للعبادة دياله هو الحرية المطلقة في كل شيء تتعاطوا جميع أنواع المخدرات والشراب تتعاطوا للسحر والشعودة وتستمتعوا بجميع المحرامات وتشوفوا بأن الشيطان تكافأ الأتباع دياله بالسرور والسعادة وتملكهم بالدنيا ومن وراء الموت يتبعتوا للأرض ويتمتعوا بالملدات ديالها المؤسس ديالها الطائفة اسمته أليستر كراولي ويلاقبوه بإبن الشيطان كنت قدرت الحلقة على إبن الشيطان باللغة العربية إذا كنت تريد أن ترى ونجعل لكم الليان في الدسكريبسي وكان معه أخينا اسمته أونطوان ليفي هذا أونطوان ليفي هو اللي بناء أول كنيسة في العالم لعبادة الشيطان في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا من المعتقدات ديالها الطائفة تأمنوا بأن الله سبحانه وتعالى ضلم إبليس حشا باش يكون ضم صيفة من صيفات الله سبحانه وتعالى وخلوا إبليس مساوي لله سبحانه وتعالى في القوة دياله وتأمنوا بأن إبليس هو اللي خلقت الكون وبما أنهم تعيشوا فيه خصم يعبدو الخالق دياله اللي هو إبليس تختلف المصادير على أول ظهور لهذه الطائفة للعبادة الشيطان في العالم كين مصادير كتقول بأن هذه العبادة بنت في القرون الوسطى في أوروبا ولكن مطنجمات إلا مع أليستر كراولي وكين مصادير أخرى تقول بأن المؤسس الحقيقي للطائفة للعبادة الشيطان هو اليهودي أنتوان ليفي هم عندهما سيدي كتاب مقدس يسمى دصات عنيك بايبل أو الكتاب المقدس الشيطاني أو الإنجيل الأسود كيفما يسمونه كتبوه هذا اليهودي أنتوان ليفي وهذا أنتوان ليفي هو الذي أسس أول كنيسة لعبادة الشيطان في العالم في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا عام 1966 كانت الكثير من الكنائس التي تدارها في العالم كامل وكينها أربعة وما أخطر الكنائس التي كانت في العالم الأونا في بريطانيا والأو اس في في إيرلندا ومعباد سيت في أمريكا وكانيسة الشيطان التي كانت في سان فرانسيسكو والتي تقدر عدد الأعضاء بخمسين ألف عضو كما هم الطاقص لها عبادة الشيطان عبادة الشيطان لديهم الكثير من الطاقص كان في بعض المرات كانوا مجرد قليسات تتعطع فيهم الخمر والمخدرات ومارسوا الجنس مع بعضياتهم وكان في بعض المرات تتعلموا السحر الأسود وتدنسوا الكتب الدينية إما تقرؤها من قلوبها إما تقولوا عليها وفي بعض المرات تصل إلى حد حتى تقديم الأضحيات وهذه الأضحيات تكون عندها صفة معينة إما تكون النون أسود أو تكون ناقصها وكان بعض المرات تقدموا أضحيات بشرية يعني تضحيوا بالبشر وغالبا تكون طفل صغير ومن أهم وأخطر هالطوقوس كان ينجوج طوقوس تقس القدس الأسود وتقس القدس الأحمر تقس القدس الأسود تصحضروا فيه الشيطان تكون في غرفة مظلمة تكون مرسومة على حيطانها الرموز الشيطانية والمدبح تكون مغطي بالكحل هذا المدبح الذي تدبحه فيه الضاحية وتكون محتوطة فيه وكاس عمره بالعدام البشرية وإذا لم يكن العدام البشرية تعمره بالشراب والنجمة الخماسية التي تتمثل رأس الشيطان وذلك تكون كحل كامل والصالب تكون مقلوب لماذا تنكس هذا الصالب تقلبه؟ ضد في الكنيسة المسيحية حيث كانت لديهم عدوة في القرون المسيحية وتشد الكاهين واحد الأعصاء وتشد الكاهين في ذلك القدس لكي يستحضروا الشيطان وتشد الكاهين ذلك الخنجر وتعمر ذلك الكاس اللي فوق المدبح وتشرب منها وتعود يعمرها ويدوزها على كل شيء الحاضرين كاملين يشربوا منها والقدس الثاني هو القدس الأحمر اختار من القدس الأسود تديروا فيه جميع هذه المراحل ولكن عواض ما يدبحوا يدبحوا البشر وغالبا تكون دري صغير وغالبا تكون ابن زينة لا يوجد سجلات لوراق لأهل لتابعنا متبوه يدبحوا ويشربوا الدم ومرة الأخرى يأكلوا وإذا لم يلقوا دري صغير ويجيبوا دري صغير يدبحوا ليش في بلاسته مذكور في الكتاب المقدس بأن الذي يريد أن يدير هذا القدس يجب أن يكون توفره في شروط من هذا الشروط هو اللباس اللباس الأعضاء والذكر يجب أن يكون لابس الكحل كامل وفوق اللبسات تكون مضربة النجمة الخماسية التي تتمتل رأس الشيطان والعيالات الفتيات يجب أن يكون لابس ملابس متيرة يعني ملابس في المفاتين بشتير والشهوة الحاضرين المدبح المدبح هو الذي يدبحه فوق الضحية وغالباً يستعملون فوق منه مرأة ريانة يضعه فوق منه الكاس ويدبحه فوق منه الضحية الرمز البافوميت الرمز البافوميت يكون مريح في هذا المكان رأسه الجديد أو كبش أو عنده القرون ويكون دير دكا هذا تمثال ضروري يكون الشمع من المستزامات التي ضروري تكون في هذا القدس ويستعملون الشمع الأسود لبما تكون شيئاً بايداً مهم شيئاً يريد أن الصور ستمثل لهم هو النور فوق الإبليس الأجراس بدون أن نقول لهاaveك تستعملوا الأجراس كين الجارس العادي الذي تضربه تسعة مرات في البداية وفي النهاية وكين الجارس القرصي هذا هو يضربهه مرة أحدا من الذين يقول لك الكاهين يحيى الشيطان يضربوه مرة في يومك يقول يحيى الشيطان يضربوه مرة كما قصة أشكال الريض هذا عبادة الشيطان عبادة الشيطان أنت ترى تصورهم يقوموا بالوش من جميع أنحاء الأجسامهم تقبو نيوفهم ودنيهم تعلقوا الحلاقات في أي منطقة من مناطق الوجه ولا الجسم وتشقوا لسانهم على الجوج تقول لسان اللفعة تخرجوا قرينات صغيرة في الجبهة أو فوق حجبانهم لا أستطيع أن أصف لكم التصور بغض النظر على التصريحة والشعار والألوان ترى الصورة التي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى ما هي الرموز التي يستعملوا عبادة الشيطان وما هي المآنيها رمز البافوميت هذا الرمز كما ترى دائرة وسط منها نجمة خماسية هذا يعني رأس الشيطان وكان مقدس فراعينتهم كانوا يعبدوه رمز 666 تكتب بالأرقام أو بالأحرف أو بالثلاثة دوائر داخلها مع بضياتها تقولوا المفسرين للإنجيل أنه الذي يشم هذا الرمز يكون خاضع للشيطان وهو ترمز الوحش منهم الشيطان ووحش مذكور في الإنجيل بأنه سيخرج في آخر الزمان والمسيح الدجال هذه تتسمى العين التي ترى كل شيء والتي سميها العين الثالثة وهي ترمز العين إبليس والأتباعه التي سيطروا على العالم من خلال التحكم بالمال والتروة و تكون في الدولار الصاليب المقلوب أو كما تسمى الصاليب المنكس تعبروا فيه للرفض الجميع الأديان و تديروا الأغلبية العبدة الشيطان هنا يفقي لا دفع عندهم و هناك الكثير من الرموز التي يستخدمونها لتعرف على بعضياتهم و الرموز التي يستخدمونها في طقوس و كما يكون في أي كتاب ديني يكون فيه أوامر و وصايا الكتاب الشيطاني المقدس فيه تهوى أوامر و وصايا تدعيه للإنحلال الأخلاقي و تحلل لهم جميع المحرامات و تدعيهم العبادة الشيطان و هذه الوصايا تقول طلق الجامل الأهواء لك و اغتصف للدول المحرامات و تدير أي حاجة محرامة الشيطان لا تأمرك إلا بالذي يجعلك حي و تشعر براسك كين الشيطان تمثل الحكمة والحيوية هذه الأفكار لا تخدع فيها نفسك ليس أفكار وهمية و زائفة أفكار الشيطان ملموسة و مقيوصة و محسوسة و عندها ماداق و تدير في النفس شي حاجة بحل الدول و هذه الوصايا فيها شفاء للنفس لا يجعلك تورط في الحب لأن الحب تضعع في البشرات لا تريد أن تكون واحد كامل و السعادة لك هي بش تكون بوحدك السعادة لا يعطيها لك حتى واحد الذي ضربك على خدك يضربه بيدك كاملين على جسمه كامل لا تريد أن تشجارك عمله بحاله بحل أي واحد من الناس كاملين لا تزوش لا تولد و هذا الشيطان هو إشباع الغريزة الجنسية و التمتع بالملدات و المحرمات و هم لا يؤمنون بالله لا بالملائكة لا بالرسول لا يؤمنون بالآخرة لا بالبعت لا بالحياة بعد الموت لا بالجنة لا بالنار و تحللوا ما تتخيل في رأسك من المحرمات و لا لديهم حد في أي حاجة أشغطتنا من أحد أن أعلنت طاعة له للشيطان الشيطان العمل له و لا سيتهنى حتى يبعد بنادم عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو العمل له نتمنى الفيديو يعجبكم و إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى خفط لايك و إججعنا لكي نقدمون المزيد